يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جبيلة جدا وحاجة محترمة جدا وبطولات صعبة جدا قدرتوا تكسبوا البطولات دي في وقت السنة اللي فاتت يعني خليني نبدأ بكابتون عبد الرطيف الأول عشان السنة اللي فاتت كان فيها بعض الأمور ولكن السنة دي سنة مختلفة في كل حاجة يا كابتون عبد الرطيف تقريبا يعني والله يقوله حاجة الحمد لله البطولة يعني السنة دي الموضوع كان مختلف شوية الفرقة الحمد لله قدرت يعني نرجع للطبيعة بتاع فريق الفولي اللي احنا الحمد لله مش أول مرة السنة اللي فاتت برضو يعني حكسبنا بتبطلتين موضوع من نزمن آه يعني الفرقة والسنة اللي قابليها برضو يعني ما فيش حاجة اسمعها موسم صفر دي غير نوادر مثلا بتحصل فريق الفولي بس الحمد لله السنة دي الفرقة قدرت بشكل كبير جدا تعمل نتائج كويسة جدا 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 وعم بحاجة برسة أنا حاجز أشكر قناة الناد الأهلي والناد الأهلي إن الناس أنا إحنا قاسفين تأخرنا تربطونا كتير جدا عشان نطلع على القناة ما ليش مسكت الأجازة لا أجازة واللعيبة دخل المنتخبات وفاتت الأجازة كانت صغيرة جدا جدا صحيح بالنسبة لهم فدا ده اللي خلى الموضوع يتأخر شوية طريعا كل اللعيبة في المنتخب طريعا نزمن صغيرة جدا جدا من اللعيبة في المنتخب فما فيش فترة أجازات واللعيبة اللي عندها متحان يعني الموضوع كان بسبب الموضوع شرف لنا كابتن أنتم تبقوا معنا وشرف لنا نحتفل بيكم الحقيقة لأنكم من الفرق الحقيقة اللي بتعمل إنجازات دائمة زي ما قلت يعني السنة اللي فاتت خدنا بتلطين وخسرنا بتلطين دي كانت بالنسبة لنا حاجة مشكلة كبيرة جدا طبعا 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 يعني موضوع كان بالنسبة للفريق حاجة مش طبعية حقيق السنة دي الحمد لله حتى مجلس الزرورة النادي بشكر كابتن محمود ومجلس الإدارة نحن الثاني يوم ما خلصنا الكاس كان فيه حفل التكريم للفريق وده الحمد لله بيتم لكل الفرق بشكل كبير جدا نتائج حتى الفرق كلها السنة دي الحمد لله شكلها مشرف جدا فلا الحمد لله الموضوع ماشي بشكل كويس ومسلم كان كويس جدا اللعيبة عملت فيه شغل كويس جدا